السلام عليكم متابعين الكرام ستكون لنا جولة في سوق بهلا فتابعوني على هذه القناة بخجل شديد تدب الحياة في سوق بهلا أحد أشهر الأسواق التقليدية في سلطنة عمان بعد أن كان يضج بالحياة عقودا طويلة فقد السوق معظمات جاريه وبايعيه من كبار السن ولم يبقى فيه سوى قليل منهم يجاهدون ما استطاعوا لبث الحياة فيه توزارة التراث والسياحة بترميم 64 محلا تجاريا من أصل نحو 140 محلا يتضمنها السوق ارتبط كثير من كبار السن في هذا السوق على مدى عقود طويلة ورغم أن الكثيرين منهم لم يعودوا قادرين على العمل فيه إلا أنهم يحرصون على زيارته والمكوث لبضع ساعات ليسترجعون بعضا من الذكريات الجميلة سنوات طويلة قضاها العم محمد تاجرا في السوق لكنه اليوم يأتيه زائرا فقط لتفقد من بقي من رفاقه واستعادة ما علق في ذاكرته من قصص ومواقف كان السوق هذا الزامت رقم واحد لكن تدري قوله تعالى في كتاب العزيز وتلك الأيام نداولها بين الناس ما يبقى الشيء على حاله مثل الأول رحمة الله عليهم اللي كان يمارسوا الأعمال والتجارة في هذه المحلات رحمة الله عليهم قليل منهم باقي ويأمل أهالي بهلا أن لا يؤثر غياب ملاك المحلات والبايعين سلبا على سوقهم الشهير ويرجون أن يظل نابضا بالحياة ومزارا سياحيا بارزا إلى جانب القلعة التاريخية المواجهة له سمير النمري الجزيرة من ولاية بهلا شمال غرب سلطنة عمان